اشتركوا في القناة كما كان هناك انباء عن حالات في مواقع اخرى في العالم ينتقل المايكروب الى الانسان عبر الاستنشاق او من خلال عض حيوان مصاب او لضغ براغيثة تعيش على اجسام حيوانة مصابة وتتفاوت فترة حضانة الطعون ما بين 15 الى 67 يوما في طعون الغدد اللينفوية وبين يومين واربعة ايام في الطعون الرئوي للتأكد من التشخيص لا بد من اجراء اختبار لعينات دم او للغدد اللينفوية وينقسم مرض الطعون الى ثلاثة انواع تختلف طرق انتقالها وهي الطعون الدملي وهو اكثر الانواع حدوثا يحدث بعد تعرض الانسان للدغ براغيث ويصاب المريض بالتهابات حدة مكان اللدغ الطعون الرئوي اكثر انواع الطعون خطورة لسهولة انتشاره وينتقل من خلال فضلات الشخص المريض الى الشخص السليم ويتميز هذا النوع بقحة وبلغم اضافة الى الاعراض العامة للمرض والطعون التسممي يشبه هذا النوع الطعون الدملي في طرق انتقاله بحيث ينتقل المرض بواسطة البراغيث من القوارد الى الانسان ويحدث هذا النوع مضعفات مرضية للنوعين السابقين الدملي والرئوي ويتميز بارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم ومن اعراض الطعون ارتفاع درجة الحرارة والاعياء الشديد والرجفة والغثيان والام الحلق والبلعوم اضافة الى اضطرابات ذهنية وغيبوبة وللعلاج منه لا بد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال العدوى وعزل المريض لمدة يومين او ثلاثة بعد اعطاء المضادات الحيوية وتطهير افرازات المريض وحاجاته والتخلص منها بالحر مندربات العربية